حدرتك شايف إيه اللي حيكون على أعلى قيمة الأولويات في الفترة القادمة وطبعا الدولة ما عندهاش ملف بتأجله وحسب ملف أخرى ودايما ده اللي حصل في مصر وده اللي بيحصل طول الوقت لكن ربما خلينا نقول إنه في ملفات ملفات السياسة الخارجية والأمن القاومي دي ملفات غاية الدقة وأظن إنه الأزمة في غازة كشفها فهذا ملف لا يتوقف العمل فيه كل الدولة المصرية بمؤسسة أظن مصر أدرته باحترافية وبقدرات كبيرة بغض النظر عن أي منصات أو كلام بيقول كلام ونزول المصريين كان اقتناعا بأن الدولة المصرية بتدير هذا الملف بكفاءة وبقوة وبخطوط حمراء واضحة للسياسة والدبلوماسية وغيره ودي ملفات بتدار أولا مصر طوال السنوات اللي فاتت في عهد الرئيسة كانت ترفع شعار الشراكة والتعاون والمصارات السياسية مصر ليبيا النهاردة الفرقاء اللي بين موجودين في مصر ومتحدة الطرعة ده ومصر راعد كذا جال وقالت إن الاستراعات دي غلط استراع ده إن أجلا أو أجلا سنتهي إلى سياسة بنبدأ المصار السياسي للوقت ويبعد الميليشيات والتدخلات الخارجية ومصر لا تتدخل مصر بتحمي أمنها القوم بقوة لا تهدد لا تتدخل قوات المسلحة المصرية جيش قوي جدا يحمي لا يهدد لا يتدخل أو يعتدي دي نقطة مهمة الشراكات الملف الدائرة العربية أعتقد قوية جدا ومصر بتسعى فيها الدائرة الأفريقية في أفضل صورها من كل الاتجاهات ومصر بتسعى دائما شوفنا حضور لافت للدولة المصرية الدائرة الإسلامية والدائرة المتوسطية الأحياء الرئيس عبدالفتر حزيز الحقيقة اللي هي العلاقة مع أوروبا بشكل عام الدائرة المتوسطية دي كانت من دعوة لمفكرين كثيرين منه من دكتور تحسين وإنه نحن لازم بالينا علاقة بأوروبا وكده فده الدوائر دي مهمة وموثوق فيها والسياسة الخرجية المصرية قوية السياسات مصر فيما تعلق بالتعمير وسينة وإضافة جغرافيا الحقيقة لأنه خلينا نقول أنه كان 7% إلى 14% تقريبا أو 13% رقعة زراعية في الزحرة وفي التعمير وكده ملفات التنمية والمشروعات الاقتصادية المشروعات الكبيرة مستمرة في تصوري أنه حتى من قبل ده يعني فيه وثقة ملكية الدولة فيه إدخال القطاع الخاص بشكل كبير فتح الباب للإستثمارات عندنا بنية أسية النهارة ده تشجع الاستثمار فيه مطالب وفيه استثمارات خارجية حقية بتدخل الملف الأهم كمان اللي أشار إليه حتى الرئيس في جلمته هو ملف الحاساسية أنه الحوار الوطني رسخ لحوار كبير لأنه أي ملف اقتصادي أو اجتماع مرتبط بالسياسة إحنا محتاجين ما يبقاش فيه فراغ سياسي يبقى فيه مجال عام واسع وده أتحه الحوار الوطني وأظن أن يبقى فيه إجراءات مهمة يعني أظن الرئيس منذ البداية في الحوار الوطني استجابة لجنة العفو الرئاسي يطلق عدد كبير وأظن أنه في الفترة الجاه سيكون منات خطوات في هذا الأهم الأحزاب لازم تكون ناشطة وتدخل في الشارع بشكل كبير ولها علاقات وكان فيه ثلاثة رساعة حزاب الملف الاقتصادي يبدو أنه الأهم بالنسبة للمواطن والمواطن بالذات مش بيبص للملف اقتصادي كجزء من ملف دولي وعالمي والسياسات مالية والبنك الفيدرالي الأمريكي ونعكسات أزمة علمية ضخمة رفعت الحبوب ما يقرب من 500% أسعار الحبوب وسلسل النقل ولولا مشروعات زي مستقبل مصر وتوشكة وغيره في الأمحة والمنتجات الزراعية كان يحصل أزمات كمان ملف الاقتصادي مرتبط به يعني من التصدير والاستراض إذا أنا بصدر سلعة إذا البصل أو التوم بيرتفع سعرها محليا إذا يقدر أزبط ده ده برضو مطلوب الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق بشكل أو آخر يمكن في أزمة البصل والرز والسكر الأخيرة كشفت إنه فيه احتكارات فعل إنه فيه تجارة أسواق سوداء محتاجة إحنا في اقتصاد سوء وما فيش تسعير جابري لكن كمان اقتصادات السوء ليه آليات غرف تجارية ويبقى فيه مسئوليات وغرف تجارة ضبط الأسعار في رأيي سيكون مهم جدا مع طمأنة الشارع أظن إنه فيما يتعلق به السياسات المالية والسياسات النقدية أظن إنه كان فيه كلام واضح خلال فترة اللي فات إنه إحنا يمكن كده أكتر من سنة بالمناسبة مصر رفضت إنه هي تعاوم أو تدخل في ده وده كان تصرحات واضحة للرئيس قال إنه مصلحة الشعب ومصلحة الناس والاقتصاد إنه أنا مش هتحمل إن الدولة بتتحمل لكن هذا الأمر جزء من سياسات نقدية بتديرها الدولة لكن حتى السيد الرئيس في أكثر من مرة السيد أكرم ذكر إنه ده لو جاء على حساب المواطن المصري فأنا حرفضه لأنه في النهاية أنا ملتزم بهذا المواطن بشكل كبير والنقطة الحركة قلت عليها فكرة ضبط الأسعار ده مطلب رئيسي للناس في الفترة اللي جاي